وخلال الاحتفالية التي أقامتها وزارة الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد نبوي الشريف قال فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب إن التاريخ المعاصر مليء بالمآسي والفواجع والأزمات ولا يزال عدد غير قليل من الدول والشعوب يأن تحت رحمة العابطين بهذه الدول وبشعوبها كما أشدد فضيلته على أن ذلك دليل على حاجة العالم اليوم كما كان بالأمس إلى قانون علوي يعلن المساواة والمؤخاة بين الناس ويحكم بينهم بالعدل أن العالم اليوم كما بالأمس هو في أشد الحاجة إلى قانون علوي يعلن المساواة والمؤخاة بين الناس ويحكم بينهم بالعدل ويغري بالتراحم وبالرحمة يضعها فوق العدل وبالضعيف يحميه ويرد عنه غائلة القوي المتغطرس وهذا وغيره كثير ما لا نجده إلا في برامج النبوة والأنبياء والتي نحتفل اليوم بمولد واصطة عقدها وضرة قلادتها واليتيمة العصماء في حباتها وجواهرها محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين